بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل يا رسول الله في جواب هؤلاء اليهود والنصارى وغيرهم أتحاجوننا في الله هذا استفهام إنكاري هل تتجادلون وتتباحثون معنا في دين الله تبارك وتعالى وفضل الله تبارك وتعالى على أولاد إسماعيل حيث بعث رسول الله صلى الله عليه وآله من إسماعيل وتقولون بأنكم أبناء الله وأوداء الله وتزعمون أن النبوة يجب أن تكون فيكم لا في ولد إسماعيل وأن الله تبارك وتعالى لم ينسخ أديانكم ولم يختر من العرب رسولا وسائر مزاعمهم وإدعااتهم لكن كلامكم باطل لأن الله تبارك وتعالى ليس ربا لكم فقط حتى يكون معكم وحدكم إلى الأبد وهو ربنا وربكم فنشترك جميعا في أن عباده فيصيب برحمته من يشاء منا أو منكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم فكل واحد منا ومنكم يرى نتيجة عمله فلتصورون أن عملنا غير منظور إليه عند الله تبارك وتعالى وعملكم منظور إليه حيث كانوا يزعمون أنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأوداؤه كل مزاعمكم غير صحيحة الملاك في القرب إلى الله تبارك وتعالى هو الإخلاص وهذا ما تفتقدونه أيها اليهود والنصرى ولكن ونحن له مخلصون في العبادة ولا نشرك به أحدا بخلافكم حيث جعلتم لله شريكا أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون أم تتجادلون وتتباحثون في أمر الأنبياء عليهم السلام وتدعون وتقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط اللي هم أحفاد يعقوب الذين كانوا أنبياء كانوا هودا أو نصارى وتدعون أنكم على طريقة هؤلاء الأنبياء ولكن هذا خطأ منكم إذ اليهودية والنصرانية تولدتها بعد النبي إبراهيم عليه السلام كما قال الله سبحانه وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده فكيف ينتمي إبراهيم إلى أحدهما قل أأنتم أعلم أم الله قل يا رسول الله لهؤلاء المدعين بيهودية هؤلاء الأنبياء أو نصرانيتهم قل في رد كلامهم أأنتم أعلموا بدين إبراهيم وأبنائه وأحفاده أم الله الله سبحانه وتعالى يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانية وأنتم تعلمون ذلك لكنكم تخفون الآمر ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله يعني لا أحد أظلم ممن يكتم الشهادة التي عنده من الله سبحانه وتعالى أي الشهادة الناشئة من الله لأن الله تعالى بين ذلك في كتبه السماوية وأنتم أيها اليهود تعلمون بها فأن اليهود كانوا يكتمون ما أنزل إليهم من البينات والهدى حول الأنبياء السابقين وحول رسول الله صلى الله عليه وآله وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر لها بها دم امرئ مسلم أو ليزوي مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ومن شهد شهادة حق ليحي بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه وما الله بغافل عما تعملون إن الله سيجازيكم على هذا الكتمان لأن الله ليس بغافل عن أعمالكم السيئة الله يعلم جميع أعمالكم ومنها كتمانكم للشهادة ثم يجازيكم عليها وهذا تهديد لهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة قد خلت الأنبياء السابقون وما كانوا يعملون ويدينون به هذا لا يرتبط بكم أيها المعاصرون لرسول الله صلى الله عليه وآله لنفرض أن هؤلاء الأنبياء كانوا يهودا أو نصارى فليس لكم الحجة لأن الله تبارك وتعالى ينسخ ما يشاء ويأتي بغيرها فإنها أمة قد خلت يعني جماعة قد مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لأولئك ما كسبت من الأعمال والأفعال الصالحة لأنهم كانوا على دين الحق في زمانهم ولكم ما كسبتم من الخير والشر فإن اتبعتم الحق فلكم الآجر وإلا فلا ولا تسألون عما كانوا يعملون يعني لا تسألون أنتم عما كان يعمل أولئك فكل جماعة لها عملها وعن عملها تسأل في الخير والشر فلما هذه المباحثة والمحاجة والمجادلة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين